وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بروتوكولة تعاون مع مركز درينتز للبحوث والاستشارات بهدف تعزيز سبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي وتوسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة بين الجانبين وأكد رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن البرتوكولة جاء نتيجة لتعاون قائم بالفعل بين الطرفين على مدار العامين الماضيين من خلال تنظيم فعاليات مشتركة وكذلك المساهمة البحثية المشتركة في الإصدارات مشيرا إلى أن البرتوكولة الموقعة سيكون بمثابة انطلاقة قوية يتفق بموجبها مركز المعلومات ومركز ترينتز على إنجاز مجموعة من الأوراق البحثية والدراسات المهمة اشتركوا في القناة